موسيقى السلام عليكم النشرة الاقتصادية نقدمها من الميادين ونستهلها كالعادة بالعنوين في مصر التحولات السياسية تقلب البوصل الاقتصادية وروسيا الوجهة الجديدة الأزمة المالية تقرب بين السودانين وملف النفط عنوان لقاء الرئاسي موسيقى وفي النشرة بحر غزة مصدر للرزق تحول دونه الخلافات السياسية موسيقى أهلا بكم عقد الوفد الشعبي المصري الذي سيتوجه إلى روسيا لتوطيد العلاقات السياسية والاقتصادية والسياحية بين البلدين مؤتمرا صحافيا للأعلان عن تفاصيل زيارة المرتقبة التي تهدف إلى تنشيط العلاقات المشتركة ودعوة الرئيس الروسي لزيارة مصر الوفد الدبلوماسي الشعبي يضم شخصيات سياسية إضافة إلى عدد من الفنانين يبدو أن دعم موسكو لانتفاضة الثلاثين من يونيو حزيران في مصر مهد لإعادة إحياء العلاقات المصرية الروسية التي تشهد فتورا منذ حرب تشرين الأول أكتوبر من عام ثلاثة وسبعين علاقات باتت محل ترحيب رسمي جاء على لسان المستشار الرئاسي المصري أحمد المسلماني الذي أشهد بالموقف الروسي تجاه التطورات السياسية في مصر وترحيب شعبي تمثل في تشكيل وفد دبلوماسي شعبي يعتزم زيارة موسكو لدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة مصر المصانع الحربية ومصانع الحديد والصلب والمفاعل الذري في أنشاص وكل الأشياء وتجهيز الجيش المصري قبل حرب 73 كل هذه الأشياء قدمتها روسيا إلى مصر ساهمت إلى حد كبير في أن تكون مصر دولة من الدول المؤثرة والقوية في المنطقة ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار هي حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا إلا أن التوقعات تشير إلى انتعاش مرتقب في التعاون الاقتصادي بين البلدين خاصة بعد توتر العلاقات المصرية الأمريكية على خلفية تجميد واشنطن جزءا كبيرا من المساعدات العسكرية للقاهرة البالغة مليارا وثلاثمائة مليون دولار توتر العلاقات المصرية الأمريكية عمل مساعد في دعم هذه العلاقات الحاضرة المستقبلا ولكن العلاقات مع روسيا ليست بديلا لأمريكا لأن العلاقات مع موسكو من مصر وموسكو قاهرة موسكو لدي علاقات لها أبعاد تاريخية كبيرة منذ مطلع صورة 23 يولا 58 فعاد عبد الناصر وبالتزامن مع التقارب المصري الروسي تحاول واشنطن تدارك التوتر في علاقات البلدين وهو ما بدى واضحا في تصريحات وزير الخارجية الأمريكي الذي أكد دعم بلاده لخارطة المستقبل المصرية يبدو أن الطريقة بات ممهدا أمام استعادة العلاقات المصرية الروسية التي تمتد لأكثر من سبعين عاما فالقاهرة تبحث عن علاقات ندية مع حليف استراتيجي جديد يملأ الفراغ الذي خلفه توتر العلاقات المصرية الأمريكية أحمد مهران القاهرة الميادين نبقى مع أخبار مصر حيث نفت سلطات ما تردد عن عزمها على استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاز طاهر عبد الكريم قال إن بلاده لا ترغب في استيراد الغاز من إسرائيل بل تريد التركيز على خطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال عبد الرحيم أكد أن القاهرة تتعامل مع شركات لا دول لاستيراد الغاز الطبيعي المسال وكان وزير الطاقة والمياه الإسرائيلي قد أبدى استعداد بلاده الأسبوع الحالي لإمداد مصر بالغاز عبر خط الأنبيب الذي يربط بينهما أكثر من 880 مليون دولارا فقتها شركة أبو ظابي للطاقة على مشاريعها الاستثمارية في مختلف دول العالم في نصف الأول من العام الجاري ما يمثل أقل من 40% من إجمالي رصيد برنامجها الاستثماري المخصص للعام 2013 وأفدت معطيات مركز أبو ظابي للإحصاء أن أمريكا الشمالية استحوذت على جل استثمارات الطاقة في الخارج خلال هذا العام وتبلغ قيمة استثمارات شركة طاقة داخل الإمارات نحو 12 مليار دولار فيما تتجاوز قيمة استثماراتها الخارجية 21 مليار دولار مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة تزداد والأسعار تنخفض المخزونات بحسب معهد البترول الأمريكي زادت 3 ملايين برميل ما أدى إلى انخفاض الأسعار إلى أدنى مستوى منذ تموز جوليو الماضي بسبب نمو المخزونات في الصين مخزونات البنزين انخفضت 11 ألف برميل بعدما كان مقدرا لها الهبوط بنحو 300 ألف برميل وكانت الواردات النفطية الأمريكية قد هبطت الأسبوع الماضي نحو 199 ألف برميل يوميا إلى 8 ملايين و200 ألف برميل يوميا الكويت تستثمر نفطيا في فيتنام حيث دشنت شركة البترول الكويتية العالمية الحكومية مشروعا مع شركاء يابنيين وفيتناميين لبناء مجمعا لتكرير النفط وصناعة البترو كيمويات بتكلفة إجمالية تتجاوز 9 مليار دولار وكالة الأنباء الكويتية كونا التي وصفت المشروع بالاستراتيجي العملاق قالت إن عمليات الهندسة والبناء انطلقت يوم الأربعاء في هانوي بحضور وزير النفط الكويتية مصطفى الشمالي وتمتلك شركة البترول الكويتية العالمية أكثر من 35% من أسهم المشروع تفاهم فتوافق على استغلال النفط وإنتاجه وإيرادته السودان وجنوبه توفقا بعد زيارة رئاسية على تقاسم الحصص المالية وتسهيل مرور النفط وحل القضايا الخلافية بينهما عمر حسن البشير وسلفا كير عناق بين السودان وجنوبه والنفط ثالثهما زيارة بأوجه كثيرة ولكن لهدف واحد هو تسهيل مرور الإنتاج النفطي عبر بورسودان منتصف عام 2011 أوقفت جوبا صادراتها النفطية البالغة 300 ألف برميل يوميا بسبب نزاع حول رسوم نقل النفط وأمن الحدود والأراضي فوجه اقتصاد الدولتين صعوبات اقتصادية كبيرة بالصبر والتفاوض والحوار والجدية تمكننا أن نصلي اتفاقية أزهلة العالم الكل كان وأكثر نسمة تفاولا كانوا لا يظنون أننا سننفذ هذه الاتفاقية اتفاق يعود بالفائدة على كليهما جنوب السودان الذي يفتقر إلى منافذ بحرية بات بإمكانه تصدير نفطه والسودان بات بإمكانه الحصول على إرادات مالية تنعش اقتصاده إرادات وفرت للجنوب نحو مليار وثلاثمائة مليون دولار منذ استئناف الإنتاج في نيسان إبريل الماضي فيما حصلت الخرطوم على ثلاثمائة مليون دولار أؤكد أننا سنفذل قصار جهدنا لحل القضايا الخلافية نحن مستعدون لبذل المزيد من الجهد من أجل التوصل إلى السلام الدائم مع جمهورية السودان ومساعدة الأشقاء فيها وليكن النفط والإنتاج والإرادات المالية لمصلحة السودانيين ينتج السودان نحو 190 ألف برميل يوميا نصفه في حقل هجليج وهو يأتي أقل من التوقعات بـ 240 ألف برميل يوميا عمليات تهريب النفط من منطقة كردستان عبر الحدود التركية بدون علم الحكومة الاتحادية ووزارة النفط وموافقتهما كانت محل بحث بين نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون طاقة حسين الشهرستاني ورئيس العلاقات الخارجية في البرلمان التركي فولكان بوسكير وأشار بيان صادر عن مكتب الشهرستاني أن العراق يقدر علاقاته مع دول الجوار ولسيما تركيا لما له من علاقات تاريخية واقتصادية معها وأشار إلى أن تحسين العلاقات بين البلدين ينعكس على استقرار المنطقة ظروف الحرب القائمة في سوريا لم تمنع رجال الأعمال من القيام بمبادرات لإنعاش الصناعة صناعة الدواء تحديدا ستشهد ولدت الشركة جديدة سميت جولدن ميدفارما وهي ثمرة تحالف بين 91 شخصية سورية من رجال أعمال ومواطنين وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قد أقرت النظام الأساسي لهذه الشركة الذي ينص على أنها شركة محدودة المسئولية وتنطلق برأس مال يفوق 143 ألف ليرة سورية وتعمل الشركة باتجاهين الأول إنتاج الأدوية البشرية والسيروم أما الثاني فهو الاستيراد والتصدير والأعمال التجارية منذ عزل الرئيس المصري محمد مرسي في الثالث من تموز يوليو الماضي حذرت السلطات المصرية الصيادين في غزة من دخول المياه الإقليمية المصرية ما أدى إلى ارتفاع في سعر أصناف الأسماك التي يصطادها الغزيون هناك هذا كل ما توفر من غلة الصيد الصيادون عادوا من رحلتهم اليومية في البحر حاملين ما تيسر من أصناف الأسماك التي يخبئها بحر غزة هذه الأصناف تكفي لتلبية طلب سكان غزة بنسبة 60% فقط فإسرائيل تسمح للصيادين بالخروج على مسافة 6 أميال لا أكثر والمياه الإقليمية المصرية لم تعد مفتوحة أمام الصيادين المصريين لما سكروا الطريق عنها بالنسبة للسردين وغير السردين أثر على الصيادين المعادلة بسيطة محصول السمك يتضاءل والطلب عليه ما زال مرتفعا إذن النتيجة الطبيعية هي ارتفاع سعر الأسماك سعر الكيلوغرام الواحد من هذه الأسماك وصل إلى 100 شيكل تقريبا أي ما يعادل 26 دولار لكن هذا الارتفاع لا يعني أن أرباح الصيادين زادت فهم يتحملون تكاليف أعلى مع ارتفاع ثمن الوقود منذ توقف تهريبه من مصر إلى غزة عبر الأنفاق منع دخول الصيادين الغزيين إلى المياه الإقليمية المصرية ترافق مع هدم الأنفاق التي كانت تصل مصر بقطاع غزة ما أعاق وصول المواد الغذائية البديلة والبنزين والسولار فوجد سكان القطاع أنفسهم مرة جديدة ضحية الخلاف السياسي بين الحكومة المصرية وحركة حماس خلاف شل حركة التبادل السلعي بين الجانبين وقد يشل قريبا حركة قوارب الصيد كان هذا الخبر الأخير للمزيد الميادين دوت نت ومواقع التواصل الاجتماعي نشكر لكم وتابعتكم والسلام عليكم اشتركوا في القناة